نرجع تاني بقى مع كابتن عماد متعب ونكمل حدثنا الاهلي في احتياج لكم صفقة من وجهة نظرك الاهلي في احتياج لمهاجم في احتياج لوينج واحد يبقى موجود وينجي مين ولا شمال ايا كان يعني واحد يبقى اخد بالك انت عندك ممكن يكون فتوح لا لا وينج بمصفات هجومية فتوح ده باكليفت يلعب باكليفت انا بكلمك وينجي زي حسين الشحات زي تمانية يعني لقدم التمانية وينجي زي حسين الشحات وزي بيرستاو على الاطراف يعني طب ليه الحتة دي الاكتر حتة مليانة في الاهلي محتاج واحد بنفس مواصفات نفس مواصفات بيرستاو وحسين الشحات طهر بيحاول يقدي لما بينزل عبدالقادر راجل شايله من حساباته شوفناه بره السكور كريم فؤاد بيلعبها لكن هي مش بتاعته ريدا سليم هو الوحيد اللي يقدر يعملها بشكل جيد جدا عبدالقادر يقدر يقدم حاجة مع الاهلي اه طبعا عبدالقادر لعيب عنده امكانيات كبيرة لعيب 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 جيد اه على معتقل هو المؤثر بحق نفسه يعني دي وجهة نظر يعني هو يعني التقصير من عبدالقادر نفسه اه لعيب عنده امكانيات كبيرة جدا اه زي وزي صلاح محسن لعيب عنده امكانيات هل ممكن يبقى زي وزي اي من اشرف بمعنى انا ما عرفش ايه اللي بيدور في قط اللبس ما عرفش العلاقة بينهم عاملة ازاي اه ممكن الراجل لو راجل من نوعية الناس اللي بتشيل ممكن يبقى فاكر له اه لما هو غيره وجي يسلم عليه فما رضيش يسلم عليه ممكن يبقى الراجل شايل دي لحد دلوقتي لك على معتقد الراجل بيتعمل فنيا عبدالقادر محتاج انه يدوس شوية محتاج انه لما الفرصة تجيله ويمسك فيها اه المنافسة مع الناس اللي موجودة منافسة قوية في حسين في احسن حالاته بيرستاو في احسن حالاته طاهر لما بينزل بياد بشكل جيد رضا لما يرجع من الاصابة على معتقد انه هيبقى موجود بشكل اساسي اه يعني صلاح محسن انا صلاح محسن زعلان ان ما يبقاش فيه مهاجم وانت مش موجود لازم تبقى موجود عنده لقدمه ولا الدنيا بقت صعبة عنده بس هو انا معرفش بقى ظروف مش مساعداء هو يعني مش مساعد نفسه الاهلي في احتياج لفتوح في احتياج لفتوح فتوح لعيب كويس طبعا فتوح لعيب كويس يعني لعيب عنده ممكنيات لعيب عنده خبرات لعيب بحافظ الحتة ناحية الشمال فلعيب كويس بس فيه كريم الدبيس برضو ما لعيب كويس نزل وقده بشكل جاي جدا لكن فتوح لعيب عنده ممكنيات عالية هي الفكرة كلها هل هيبقى موجود او مش موجود وفو مران حمدي هما ممكن تكون مصفات مهاجم للنادي الاهلي وفا ومران حمدي وفا مهاجمين جايدين بيقدوا بشكل جيد لكن النادي الاهلي لعيبة كويسة جدا على فكرة ما بقللش منهم خالص لكن النادي الاهلي محتاج مهاجم يعمل الفارق في دورة عبطال أفريق يعمل الفارق في كهس العالم الأندية ده المهاجم اللي أنا محتاج يعني وفا ومران حمدي هيلعبوا في الدورة المصر وقدوا بشكل جيد هما مهاجمين على فكرة يعني مهاجمين بيلعبوا جوا السندوق لكن الخبرات أنا شايف ان النادي الاهلي هيحتاج لعيبة عنده خبرات أكتر من جدا دي وجهة نظري ممكن لما يدخلوا يتأقلموا لو راحوا النادي له يتأقلموا بس أنا ما بحبش اللعي بييجي ويبعلي كلامه لأن ده بياخد منه أكتر فاهمناك بسيب يعني لما انت لو هتجيب أفا أو هتجيب مران حمدي هتلاقي فيه لغة كتير على الصفقة فممكن دي تضغط عليه فمتخدش منه حاجة خالص لكن أنا عايز لعيب ييجي حاجت تكلم عليه أنا جبت صفقة كل الناس وقفة في ظهرها كل الناس بتسندها هو هيحس هيبقى واخد الصقة دي من الجمهور بإمكانياته بخبراته يبدأ يديك ده في الملعب دي وجهة نظر يعني